ووجه رئيس سيسي الشكرة لأهالي سيناء والأسر التي قدمت أبنائها وضحت نتيجة العمليات الإرهابية التي شهدتها سيناء وأضاف الرئيس سيسي أنه يجب أن يشعر أهالي سيناء أن الدولة تعمل بهم في تنفيذ أعمال التنمية كل أهالي سيناء وبقول لهم الأسر التي قدمت أبنائها وضحت من أبناء سيناء والذين عانوا والذين خسروا أبناء نتيجة العمليات التي تتم دول يعني عزقنا أن هذا التمن هو تمن تنقية التخلص من قافة موجودة صدقوني كان الهدف منها أنها تفقد الدولة المصرية هذا الجزء العزيز من أردنا تفقدوا لأنه كان الشرطة ليس قادرة تتحرك الجيش ليس قادر يتحرك جيزة الدولة ليس قادر تتحرك لا قادر تعمل تعليم كويس ولا قادر تعمل صحة كويسة ولا تعمل استثمارات النسي يشتغل وتأكل عيش بدليل هو أنتوا اللي ما كنت تريد تعمل الطريق كانوا بيخلوكوا تعملوا الطريق لو بتيجي تعملوا مشروع كانوا بيسيبوكوا تعملوا الكلام ده طب ليه طب اللي بيتعمل ده مش بتعمل لنحنا لكن بتعمل للناس فضل هدفوا الهد لكن احنا هدفنا البناء صحيح فالفكرة كلها ان انا عايز لكم ان الفترة الجاية دي احنا هنتحرك ان شاء الله بخطة كبيرة قوي محتاجين جهدوكم فيها ومعدلات عمل وتنفيذ تحسس اهلي نفسينا تحسس اهلي نفسينا ان الدولة المصرية بتشتغل بهمة لان ما بقاش في عذر بقى ولا يا محمد مش كده ما بقاش في عذر لا لينا ولا ليكم